الاهلي حاجة رائعة مش تلاقي كلام حلو تاني اقوله على الاهلي بعد اللي انا قلته خلينا نشوف كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وبعدين وتصريحاته يعني بعد المباراة وبعدين هارجع بقى اقول لكم نتكلم فنيا عن مباراة الاهلي النهاردة والسياتل ساوندرز اللي انا عندي بعض التعليقات السلبية على اداء النادي الاهلي في بعض فترات المباراة وفي التشكيل اللي بدأ النادي الاهلي به المباراة بس هنتكلم بعد ما نشوف تصريحات كولر مدير الفاني للنادي الآن من رياضي انها النكان أنا لعبت وبداية هه؟ اللي mano ستفقد عند شوت ما انهني الطابع طابع هنفت يقصوا ملتس pea كنتاعم و وحده في اجوب التممين مشتيرك ملتساب الجزء التممين و وشريحات ليرة في هاتير واللغبة الليتان او Żancson Hatten Symak G methy ATM بهيس ان تتيج بل تتتفوجいう نحن نحضر الاول لماتش ريال مدريد ونلعب ماتش ريال مدريد وبعد نشوف الدنيا هتوفينا فيه التحضير وضيك الوقت بين الماتش المهاردة وماتش قبل النهائي مع ريال مدريد الكوتش عامل حسابه ازاي في الاستعداد لماتش ريال مدريد ريال مدريد وون وحط الخطة اللي المفروض نقدر نحن نلعب بيها بدون. هيبقى الشغل اكتر نظري لان مع موجود عدد ايام قليلة كده متقاش في مجال التجربات العنيفة ومتجربات كبيرة. هيبقى فيه التفتيج. هيبقى فيه شوية كلام نظر كتير. وده الاستعادة. ان شاء الله ربنا نحن. شكرا. جداً. مرد صاروخ هر ما ده الاستعادة نعم المهم الأكبر هو كهرباء نفسه هو القطرة الأخيرة كمان كان يتمرس بس وكان يعمل بشكل دي وكان ده بيتاج عادينا أكبر إقراضة أكبر أكبر إقراضة أصحاب في نهاية أنا أحوالي ساعد اللاعب وبدعمه 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 ومشارك معاه لكن في نهاية